الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمود مجيد ثم أما بعد أيها الأحبة أهلاً وسهلاً مرحباً بحضراتكم جميعاً في هذه اللقاءات المتجددة من برنامج متعة الحياة المواساة بمعنى مشاركة الناس في الأفراح والأطراح باب عظيم جداً في تآلف القلوب ومهارة عظيمة جداً من مهارات التواصل مع الآخرين ومفتاح من أعظم مفاتيح القلوب وسبيل من أعظم السبل لمتعة الحياة وتطلق المواساة يعني بسمى العلماء المداوى أو الإصلاح أو إزالة الأسى عن الناس ومن معانيها المساوى والمشاركة في المعاش والرزق ومن معانيها معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركة الناس سواء كان ذلك المواساة بالمال أو المواساة بالجاه أو المواساة بالبدم أو المواساة بالنصيحة أو المواساة بالإرشاد أو المواساة بالدعاء لهم والاستغفال لهم أو المواساة بالتوجع لأحوال المسلمين شفت المواساة كتنه إزاي يعني لا حجة لمسلم أنت شايف بعض الناس عنده فرح فأنت المواساة التعاون معاه على البر والتقوى في مصر هذه الحال سواء كان ذلك بالحضور سواء كان ذلك بالتهنئة طب إنسان عنده شيء من الأطراح الأحزان فأنت تواسيه إما بالوقوف بجانبي ماليا وإما برفع الأذى عنه بالجاهة وإما بالنصيحة له وإما أن تدعو الله عز وجل له إن ربنا يرفع عنه محل ما به ومن المواساة التوجع لآلام الناس التوجع لآلام الناس وعلى قدر الإيمان في القلب على قدر الإيمان في القلب تضع في المواساة أو تقوى المواساة للخلب المواساة معناها بيسر كده يعني مشاركة الناس في أفرحهم وفي أحزنهم وعلى قدر الإيمان تكون المواساة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الخلق في المواساة لأصحابه غاص وكان للأنصار رضوان الله عليهم أجمعين فضل عظيم بمواساة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له وكذلك لإخوانهم من المهاجرين فتعالوا نشوف الحديث الذي روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم لو أن الأنصار سلكوا وادياً أو شعباً لسلكتوا في وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار فقال أبو هريرة ما ظلم بأبي وأمي آووه ونصروه أو كلمة أخرى يعني واسوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنبينا هو ضرب المثل الأعلى في مواساة الناس وهذا واجبه خاصة في الأسرة اللي هي معاك أنا ضرب بعض الأشياء الإيجابية في المجتمع خاصة في الأعمال لما أختي مثلاً بتضع حملها جلها مولود فيواسوها بشيء من المال تاب البعض أصابوا ضر فيقولوا تاب أتصل بالمستشفى الفلانية أو الطبيب الفلاني تاب حد حصلوا عنده شيء من العزاء الناس تذهب جميعاً لمسألة العزاء كل دي من أنواع المواساة ولكن كثير من الخلق مع وجود الأخلاق الفاضلة دي وطبعاً دي من متع الحياة أن أنت تتعود على مواساة الناس في أفراحهم وأحزانهم تتألم لآلامهم وتفرح لفراحهم وتحزن لحزنهم بس ده قليل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أقصد الآن في العصور المتأخرة دي كتأصول عند الناس قريمة قال الله عز وجل شوف ما بالمواساة ومن وصفه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وبهذا يتضح أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم العظمى مواساة الناس في أفراحهم وفي أحزاني المواساة قد يكون بشق تمر قد يكون ببعض الثياب التي عندك ثياب قديمة مثلا أو كتضيق عليك بعض الشيء فتخدها للمغسلة بيغسلها وبعدين بيكوية واتطيبها واتكيسها وتذهب بها لبعض الجمعيات أو بعض الفقراء أو المساكين أو المحتاجين والأعلى من ذلك الرتبة أن تشتري لهم كما تشتري لأولادك هذا أعلى وأعظم وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه في الدنيا لا لا مش دي بس تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر كذلك من سبل المواساة إطعام الناس تقديم الطعام لهم وتقديم الشراب لهم خاصة في الأيام المباركات زي أيام رمضان وزي أيام العديم وزي الأوقات التي ينزل فيها البلاء فأفضل ما يقدم ولو شق تمره كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل جعلك في مكان وقد رأيب بعض الشباب المسلم معك بيصلي في المسجد أو تعرفه معرفة شخصية أو قريب منك وهو يمحث عن عمل لما لا ترفع السماع على صاحب العمل يا فلان العمد الشب موفق ومسدد في هذا التخصص لما لا نأتي به ده من أجل مواساة الناس بشيء من الجاه وهو ربنا عز وجل لما جعلك في هذه السلطة وجعلك راعي على بعض الناس اللي شغلين تحت إيديك ليس معنى ذلك أن لا تشكر نعمة الله إنما من ذلك شكر النعمة أن تحسن إلى من تحت يدك ومن إساءة النعمة وعدم شكر النعمة أن تضيع من تحت يدك فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة السلف الصالح حياتهم مليئة بالمواساة فعن أنص رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتوه المهاجرون فقالوا يا رسول الله ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قو نزلنا بين أظهرهم لقد كفونا المؤونة وأشركون في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال صلى الله عليه وسلم لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم فكم من صفتهم وهجروا الأنصار مع بعض أنهم يبذلوا من أموالهم يبذلوا من أنفسهم من طعامهم من شرابهم من تجارتهم من أجل مواساة الناس في المجتمع الإسلامي صور المواساة كثيرة جدا ومنها قد رأيت ذلك بعيني من بعض الأغنياء أسأل الله أن يوسع له رزقه وأن يبارك له فيه ربنا أكرم بالعمل في المملكة لمدة عشرين سنة فبنى عبارة كبيرة جدا وخصص من هذه العبارة خمس شقق تؤجر لبعض طلبة العلم ولا يقتاتوا منهم جنيفشة إنما ينفق عليهم ينفق على بعضهم ممن هم من الفقراء والمحاويج وهذا من بد مواساة الناس واسي الناس بعيادة المرضى واسي الناس باتباع الجنائز واسي الناس بالكلمة الطيبة واسي الناس بشئ من مالك أو شئ من جاهك أو كلم اللي تعرفه أن يسعى في قضاء حوائج العباد فالمواساة والله والله لو وفقت أن جعلك الله عز وجل مفتاحا لكل خير مغلاقا لكل شر ستسعد في حياتك الدنيا قبل الآخرة اسعى في هذا اسعى الربك أن يرزقك حسن الخلق وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت أيها الأخ الحبيب تمثل لهذا الخلق الطيب لتستمتع بالحياة أن تخضي حوائج العباد وأن تواسي الناس سواء كان ذلك بكلمة طيبة أو كان ذلك بمالك أو بجاهك أو بالحديث مع أهل الفضل والغنى وبهذه الطريقة يكون هذا المجتمع مجتمعا صالحا وتكون أنت إنسانا صالحا مصلحا أسأل الله أن يبارك فيكم أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله